مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر في الى واحد ايماني واحد وملوه جي تاني حبني ومت على شاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاج التفسير انا حشرح ليك وافصر ارضوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر انا انا مش كافر النعمة والسلام برحب بكم من خلال قناة القرمة وحلقة جديدة من برنامج انا مش كافر موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب تحت عنوان شيطان محمد ما اسمه وما هو لونه في بداية الحلقة خلونا نبدأ وقتنا بالصلاة خلونا نصلي ونطلب واجه الرب على موضوعنا وعلى كل فكرة بنقدمها وعلى كل خدمة الرب بيستخدم فيها القناة والبرامج المختلفة تكون سبب بركة وسبب خلاص وسبب استنارة لاخواتنا المسلمين خلونا نصلي ايضا لرسالة القناة القرمة وكل التحديات العليا ونصلي لاجل فريق العمل ونصلي لاجل بلادنا وانا رب يحفظ بلادنا وشعوبنا وأوطننا امين يا رب بنرفع قلوبنا جايين ليك وحدك مكتوب عنك يا رب انك سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر ونحن نعلم يا سيدنا رب انك اله محبة تحب الجميع يا رب لانه مكتوب هكذا احب الله العالم غردك وهدفك خلاص الكل يا رب لانك تريد ان الجميع يخلصون الى معارفة الحق يجبلون لانك لا تشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة استودع وقتنا بين ايديك يا رب نصلي ان كل موضوع بنستخدمه يا رب انت تعلم انه مش الغرض من يا رب الدخول في صراع ديني ولا منافسة دينية ولا تهاكم او استهزاء لكن الغرض منه يا رب ان احنا بنرفع يا رب كل غطاء موجود على ظلمة على افقار لا تليك بشخصك يا سيدنا رب من اجل مساعدة اخواتنا المسلمين ان يتعرفوا عليك الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الحق الذي ارسلته يا رب من اجل انهم يتعرفوا على الخلاص ويدركوا محبتك ويتمتعوا بنعمة الخلاص وبهبة الانقاذ والنجاة من خلال شخص الرب يسوع المسيح بصل يا رب لاجل فرق العمل بصل لاجل كل البرامج وجميع مقدم البرامج يا رب في قناة القرمة في عجل كل التحديات بارك العمل واستثمره دائما لمجد اسمك اذكر كل اخوات يا رب كل واحد في موقعه نعمة وبركة للجميع في اسم المسيح نصلي امين النهاردة موضوع ربما يكون بعض او الكثير من اخواتنا المسلمين ما اسمعوش عن الموضوع ده فربما يكون العنوان بيخد اخواتنا او بيحسسهم ان ده نوع من التهكم او افتراء على نبي هم يقدسونه ويجلونه ويحترمونه وربما يشوفوا ان ده نوع من الاستهداء مننا او الاساءة الموجهة الى نبيهم حقيقة انا لا بستهذأ ولا ده اسلوبي ولا بسيء الى احد ولا اي عقيدة ولا يمكن اتهكم على اي حد وانا دايما بفصل المسلمين عن الاسلام الاسلام فكر وعقيدة انحنا نطرح كل الاسئلة انحنا نقرأ ونطرح اسئلتنا على اللي ارانا وعلى اللي موجود جوه الكتب لكن يبقى اخواتنا المسلمين احنا بيحترمهم بنقدرهم وبنصلي دايما من اجلهم وانا كمسلم سابق وعابر القل المسيح اهلي اه ماذالوا مسلمين باحترمهم بقدرهم بصلي من اجلهم فالموضوع مش موجه ليك اخ المسلم لكن الموضوع انا بفتح كتب وبطرح سؤال وانتظر الاجواب منك واقولك هل يضيق ان يكون موجود الكلام ده او ايه رأيك انت في الكلام ده او انا عايز تفسيرك انت في الكلام ده او ادخل قل لي ان المواضيع اللي انت بتجيبها كلها مواضيع موضوعة او اسرائيليات او ملهاش اساس وانت بتفتري وانت بتجذب او او قول اللي تقوله موما نسمع صوتك ونعرف رأيك في كل المواضيع اللي احنا بنقدمها وبنقشها شيطان محمد ما اسمه وما هو لونه ده اللي هجاوب عليه بنعمة الرب خلال الحلقة او بالأحر او بالأصح هجاوب عليه اه في اخر الحلقة محدش يقول لي انه انا باقصد عفركوش ابن برتكوش اللي كان موجود في فيلم اسماعيل ياسين الفانوس السحري او عيروح عقلك ان شيطان محمد كان اسمه عفركوش ابن برتكوش برتكوش لا انا ما اقصدش الشخصية دي خالص ولا اقصد اه الحاجة دي ويعني لو انت هتدخل تجاوه بتقول شيطان محمد هو عفركوش ابن برتكوش هقولك الاجابة غلط لكن شيطان محمد ده له اسم اخر وله لون محدد حدده شخص يجله المسلمون في مشارك الارض ومغاربة سواء شويع او سنة وده اللي هنكشف عليه ابنعمة الرب اثناء الحلقة او في اخر الحلقة الموضوع اللي ابنعمة الرب هنناقشها نهاردة وهنكلم فيها نقاط الحلقة الفكرة الاولى هل هناك ما يزبط في كتب السنة بان محمد كان في داخلي شيطان ولا دفترا مني الموضوع التاني كيف كان تأثير تواجد الشيطان في حياة محمد على محمد نفسه الموضوع التالت هل ظهرت زواهر معينة على حياة محمد نتيجة لتواجد الشيطان في حياته الشيطان كان له تأثير وبقصد بالتأثير على محمد في أقواله وعلاقاته وأفعاله والمحيطين حواليه لكن هل ممكن واحد يكون فيه شيطان او فيه روح شرير لكن ما فيش ظواهر معينة ظهر عليه لكن الموضوع التالت هل نتكلم فيه النهاردة هل ظهرت زواهر معينة على حياة محمد نتيجة لتواجد الشيطان في حياته أربعة من هم القوم الذين كانوا نقط رسول الله هنتكلم فيه ده ونثبت بالأدلة صحة هذا الحديث فإحنا بجي بنجيب أحديث ضعيفة أو موضوع خمسة النقطة الأخيرة بقى لا نكشف عنها وأنا بطالب وبناشد كل إخوات المسلمين اصبروا لنهاية الحلقة عشان تعرفوا مين هو اسم الشيطان أو ما هو اسم الشيطان اللي كان موجود فيه محمد وهل كان فيه محمد فيه شيطان ولا لا خلينا النقطة الأخيرة دي رقم خمسة بنعمة الرب هنتناولها في آخر الحلقة ما هو اسم الشيطان الذي كان يتواجد في حياة محمد محمد ويؤثر عليه دول بعض النقاط اللي بنعمة الرب هنقشها النهاردة لكن الفكرة الأولى أنك تكون إنسان عادي فيؤثر عليك الشيطان أو تظهر له زواهر معينة فهذا مجبول أنك تكون رجل مؤمن ويحاربك شيطان من الخارج بأفقار سواء بالطهدات أو بألام أو بشكاية على الجسد أو يعني بدفع الناس أن هما يقوموك أو يعترضوا عليك أو يعترضوا لك أو يتعرضون لك بطرق معينة فهذا مقبول لكن أنك أنت تدعي أنك نبي وبثمك تعترف أن بك شيطان وكان بك شيطان ويظهر لك شيطان هنا نقف ونحط علامة استفاهم كبيرة جدا وقرر وقول أنك تكون إنسان عادي ويحاربك الشيطان بأفقار أو من الخارج أو من العالم بملزات وشهوات أو بناس بتاتهدك أو تتألم أو تتألم نتيجة لهذا الاتهد أو تتعرض للإيزاء الجسدي أو النفسي نتيجة لأنك متمسك بإيمانك ده شيء مقبول ومر كتير جدا بيه رجال أفاض القدسين ومؤمنين وكل العالم ومعظم العالم بيتعرضوا لمكايد وحروب من إبليس ومعظم هذه الحروب تكون حروب فكرية وذهنية ببث أفكار معينة لأن الكتاب المقدس بيقول إنه إبليس هو الحية اللي بيحاول يفسد أذهان الناس المؤمنين عن البساطة التي في المسيح ده أمر مقبول لكن اللي مش مقبول بقى أنك تقول أنت نبي ومش بس نبي عادي وأنك تكون خير الأنبياء يعني أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء وأعظم هنا شأنا أعظم الأنبياء شأنا وأعظم الأنبياء من حيث الرسالة ويراق البعض أنك سيد العالم ورئيس هذا العالم بحسب فهم الدكتور منقل سقار للآية اللي أشر إليها المسيح عن إبليس في إنجيل يوحنة وتيجي تعترف وتقول إن كان بك شيطان إن الشيطان كان بيظهر لك ويتعرض ليك وكل هذه الأقويل ويجي واحد من صحابتك أصحابك يعترف إن كان بيظهر لك شيطان وإسمه كذا ولونه كذا هنا لازم نعمل وقفة عشان نقدر نقدم مادة يفهمها المسلم هنبدأ بعملية أو بإعلان متدرج يعني هنبدأ بالفكرة الأولى هي الفكرة الأولى محمد نبي الإسلام بيقول في حديث معروف موثق صحيح مؤتمد الناس كلها معتبر عند الناس الناس كلها بتقر على صحة هذا الحديث ولا خلاف على هذا الحديث أن الشيطان يجري في ابن آدم كمجرى الدم يعني يا مسلم يلي بتسمعني وبتشاهدني نبيك بيقول وده بيقول كده المفسرين جميع المفسرين بيقولك القول على ظاهره يعني خد الحديث زي ما هو لا تقول لي روح ولا تقول لي فكر ولا تحاول آآ تعمله تشبيه ولا تحاول تقول لا خد الحديث على ظاهره يعني على ظاهره يعني آآ الشيطان جواك بيجري جواك كمجرى الدم يعني يا مسلم انت جواك شيطان ده مش كلامي وده متأسف مسسبة مني ولا لفظ خارج مني ولا بعف فيك لا ده كلام نبيك الكلام ده موجود فين يا جماعة الكلام ده موجود في صحيح البخاري ومسلم في صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله أن شيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وفي الصحيحين عن صفية بنت حيي ذوق النبي قال كان رسول الله معتكفا فأتيت أزوره ليلا فعدسته ثم قمت فانقلبت يعني فقام معي يعني يأخذني ويردني وكان مسكن في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي أسرع فقال النبي على رسلكم أنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم الشيطان يا جماعة بيجري من الإنسان مجرى الدم الكلام ده اللي بيقوله مين الكلام ده اللي بيقوله محمد نبي الإسلام وقاله في مناسبات مختلفة أنا بقبر الخط عشان إخواتنا المسلمين بيبقى الحديث عشان محدش يقولي أنت بتحط حديث موضوع أو رواه البخاري تحت رقم 2039 في مواضع أخرى ومسلم رقم 2175 من حديث علي بن الحسين أن صفية أتت النبي وهو معتكف فلما رجعت ماشي معه فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية فأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الحديث أيضا مروي عن طريق أنس بن مالك المحدث الألباني المصدر صحية الأدم المفرد الصفحة أو الرقم يعني أنا حبيت أن أجيب لكم الحديث أيضا موجود في صحيح البخاري الراوي صفية أم المؤمنين صفية أم المؤمنين يعني أول خطوة بقى عشان نقدر نوصل لرقم خمسة ما هو اسم الشيطان اللي كان موجود في داخل محمد أول خطوة أنه محمد نبي الإسلام بيقر أن الشيطان يجري من الإنسان أو في داخل الإنسان مجرى الدم يعني كل إنسان جوا شيطان نبي الإسلام بيقول كل إنسان جوا شيطان وبص يا مسلم نبي الإسلام بيقول عليك انت جواك شيطان ده مش كلامي ده كلام عندك اعتراض على الكلام ده اعترض على البخاري ده جيف البخاري وجيف مسلم وجيف مسند أحمد وجيف الترمذية وجيف معظم كتب الحديث وأقره جميع وهناك إجماع من السلف وفي الشيعة أو السنة على هذا الحديث إن هذا الحديث صحيح إن هذا الحديث صحيح إذن نبي الإسلام بيقول لك يا مسلم مش أنا نبي الإسلام بيقول لك أن الشيطان يجري في داخلك كمجرة دم يعني ساكن ومقر ويعني مستقر وموجود وناشط وناشط جدا في داخلك قرينا الحديث نؤكد الحديث من خلال الفيديو الاول تعالى نشوف الشيخ بيقول ايه على الحديث ده نسمع الفيديو ده ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرة دم يعني يدخل في الانسان يلبس الانسان ويدخل في كما قال جل وعلاك الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان دم المس فهو يدخل في الانسان الجن والشياطين نعم الوقفة فو يدخل في الانسان لكن محمد بيقولي ان الشيطان يجري يعني هو موجود مش لسه يجي من بره يدخل وفيه شخص مستثنى محمد لم يستثني اي شخص الا شخص واحد فقط هنكشف عنه اللي هو المسيح وامه مريم هو الوحيد الذي لم ينخصه الشيطان ولم يؤثر عليه الشيطان ولم يتواجد فيه الشيطان لكن باستثناء حسب روايات محمد باستثناء المسيح جميع البشر بما فيهم نبي الاسلام وللأسف ان نبي الاسلام كأنه بيصف او يتهم الانبياء السابقين انه ينطبق عليهم هذا القول لم يستثني محمد لا نفسه ولا اي شخص لا رسول ولا نبي من هذا القول ان الشيطان يجري من الانسان اي يسكن في الانسان اي يدخل جوه الانسان اي يلبس الانسان يجري داخل الانسان كمجرة دم رأيك ايه مسلم ها رأيك ايه ما تقوليش بقى ده فكري يقول له خد القول على ظاهري يعني هو كده وانتوا سمعتوا التأكيد بتاع الشيخ نكمل الفيديو لو فيه اه يدخلون في الانسان الا اذا استعاذ بالله من شرهم وانا فانهم يلاطفون ويدخلون منهم والله اعطاهم قدرة لم يعطيها لبني ادم يطيرون في الهوى ويرخون في الجو ولهم قدرة ويتشكلون باشكال والوان نعم يعني الشيخ بيقول الله ادى لهم قدرة يطيروا في الهوى ان شاء الله يعملوا حرقات في الهوى وياخدوا اشكال وفي الاخر ده بخلاف بقى ايه يا شيخ المستقر جوه الانسان طيب واحد يقول لي ايه علاقة ده بالشيطان اللي كان موجود في حياة محمد ما ممكن يكون القول دي على ظاهري يعني الانسان الضعيف اولا الحديث ما بيقولش نوع معين من البشر لكن الحديث بيقول ان شيطان يجري من الانسان بالعام بالعام الحديث لم يستثني احد يجري من الانسان كمجرة او مجرة دم شغال نشط جوه الانسان ساكن ومستقر جوه الانسان واحد يجي يقول لي لا يعني انا مش مقتنع بالحديث ده ده ما فيش ما يثبت انه اه نبي الاسلام كان جوه يا شيطان طيب خدنا الفكرة الاولى في حلقة النهاردة ان الشيطان موجود في داخل كل انسان بحسب قول محمد وبيجري جوه الانسان زي مجرة دم يعني شغال رايح جاي بقى بافكاره بانشطته جوه الانسان لو مش مكتفي او مش اه مقتنع بالحديث ده تعالى بقى نقرب الصورة والروح لفكرة تانية خدنا الفكرة الاولى كل الانسان وكل البشر وكل الناس بحسب محمد جوههم شيطان طيب ايه علاقة ده بنبي الاسلام وهل ده يثبت او يثبت لنا او يؤكد او يعني يؤكد الفرضية اللي انا افترضتها لحد ما نوصل اللي اثبتها ان النبي الاسلام جوه شيطان تعالوا بشوفوا النقطة التانية النقطة التانية صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس وان مع كل انسان قرين مع كل انسان اطولها اكتر من كده شعر مع كل انسان قرين مش ده موضوعنا الموضوع بقى المهم جدا عن عروة او عروة حدثوا ان عائشة زوجة النبي حدثته ان رسول الله خرج من عندها ليلا قالت فغيرته عليه فجاء فرأى ما اصلا قعدة تكل في نفسها وغيران عليه يا طرى راح عند حفصة ولا راح عند مارية ولا راح عند سودة ولا راح عند زينب ولا راح عند صفية ولا راح عند جويرية ولا راح ايه ايه قعدة عائشة كل همها وكل شغلها اللي بيشغلها طول اليوم والنهار هو راح فيه في اي بيت دلوقت وفي اي قوضة من القوض فبطول اه طلع بالليل فطبعا فكرة عائشة راح على طول يا طرى راح عند مارية ولا عند صفية ولا عند زينب ولا جويرية ولا مين قعدة تكل في نفسها وعما لا تهرف اعصابها فرجع بالليل بقى في اخر الليل ما 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 قال لاش هو كان فين اه طبعا اكيد كان عند حد من من السيدات دول اه بيقول بتقول فقالت فغيرته عليه فجاء جاء بالليل باخر الليل فرأى ما اصنع لانه كان بحب عائشة اكتر فكان دايما يعني خلص حكته عند اي وحدة ويرجع يبات عند عائشة فرأى ما اصنع فقال مالك يا عائشة اغيرتي مالك يا عائشة اغيرتي فقالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك يعني انت ما ما كله بيغيرش معنى انا وانا لي ما غيرش عليك فقال رسول الله اقد جاءك شيطانك اقد جاءك شيطانك عامل الله ايدي اقبرها ازاي عشان المسلم يقرأ اقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله اوماعي شيطان عائشة هم المؤمنين من اكثر رواة الاحاديث نبيها وذوقها ورجلها بيقول لها يا جماعة هي بتسألوا اقد جاءك شيطانك يا عائشة فقالت يا رسول الله اوماعي شيطان قال نعم قلت ومع كل انسان قال نعم قلت الجرائت اكتر شوفوا التدرج اقد جاءك شيطانك يا عائشة اتخد يا رسول الله اماعي شيطان نعم يا عائشة فيك شيطان انا مش بسيب عائشة يا جماعة لا يمكن تخرج كلمة رادية من افواهنا انا بوصف الحديث كل اللي انا بعمله يا جماعة بوصف الحديث بقول الحديث بطريقة افهمها المسلم نعم يا عائشة بك شيطان قال نعم قلت بجرائت بقى خدت خطوة ومع كل انسان وان انا الوحيدة اللي ملبوسة بالشيطان لا ومع كل انسان كل البشر ملبوسين بالشيطان ليه لانه قال قبل كده ان الشيطان يجري في داخل الانسان مجرى الدم بجرائت عائشة بقى وعدت كل الخطوط الحمرة انا ما عرفش يعني ازاي خدت حبوب الشجاعة وجرائت وعدت كل الخطوط الحمرة وراحت خبطة السؤال ده قالت ومعك يا رسول الله اخويا المسلم رسولك شوف هيقول ايه قال نعم قال نعم اقولها تاني ولا نعمل لها ايه نزيق نقبرها ازاي ونظهرها ازاي عشان المسلم يبص كده في الشاشة ويقراها بقعني قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم طبعا حتى اسلم المسلم يفتكر بقى ان شيطان محمد اسلم ومسك السبحة ولبس العباية وبقى رايح معا الجامع لا اسلم يعني استسلم لي وبأصبح ان انا اللي اللي بأمره وانا اللي بحركوا. اسلمة استسلم. مش اسلمة. يعني دخل الدين الاسلامي. اه هقدم لكم الدليل دلوقتي. يعني خلاصة القول. الشيطان واحد. هدي بقى معي يا مسلم. عشان نمس كده بالتسلسل. بتدرج لحد ما نوصل للفكرة. شيطان محمد ما اسمه وما هو لنا. فكرة الاولى ان الشيطان يجري في داخل الانسان مجرى الدم. الفكرة التانية ان عائشة امة المؤمنين كانت في داخلها شيطان. الفكرة التالية كل انسان في داخله شيطان. في داخله شيطان. الفكرة الرابعة ومعك يا رسول الله. قال نعم بما فيهم رسولك يا مسلم. بما فيه. لكن الرب اعنن عليه. الحديث اخرجه مسلم. واخرجه النسائي. وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيمية. عدم اسلام قرين النبي. قائلا. اي استسلم وانقاض. وليس اسلم. وكان ابن عينية يرويه. فاسلم بالضم. يعني استسلم له. ويقول ان الشيطان لا يسلم. يعني لا يدخل الاسلام. لكن قوله في الرواية الاخرى. فلا يأمرني الا بخير. ده شوفوا بقى المصيبة اللي وقع فيها ابن تيمية. واللي بيحاولوا آآ آآ يعني آآ يبرروا او آآ يعني يفسروا او يأولوا الحديث بحيس يبرقوا محمد من تأثير الشيطان عليه. يقول لك ايه بقى ابن تيمية. اسمع يا مسلم. يقول لك انه بعد ما استسلم لي لم يكن يأمرني الا بالخير. يعني محمد كان بيتامر من الشيطان المستسلم. طب قبل ما يستسلم الشيطان كان يأمره بشر. فلا يأمرني الا بخير. دل على انه لم يبقى لم يبقى يأمره بالشر. وهذا اسلامه يعني استسلامه. ايه رأيك يا مسلم? ايه رأيك يا مسلم? ايه رأيك في الحديث بتاع عائشة? اقد جاءك شيطانك يا عائشة? قالت ام معي شيطان يا رسول الله? قال نعم. قالت ومع كل انسان? قال نعم. قالت وبك ومعك يا رسول الله? قال نعم. لكن الله اعانني عليه فاسلمه. يعني استسلمها. وبدأ يكدني للخير ويأمرني بالخير يعني محمد مأمور من الشيطان المستسلم. ما رأيك يا مسلم? في هذا الحديث. طيب واحد يقول لي ده كلامك انت عم وبطل افترى على رسول الله? واش تحالة ان يكون رسول الله? في شيطان? طيب خلونا نسمع اه الشيخ الحويني. دايما هنعرض الحديث ونعرض لكم فيديو يؤكد صحة ما نقول. نسمع رأي الشيخ الحويني في هذا الحديث. تفضل. الله عليه وآله وسلم خرجوا الى البقية مرة. خرجوا الى عائشة فوجد منها تغيرا. فقال لها ما لك يا عائش؟ أجاءك شيطانك؟ فقالت له قولة المرأة الذكية التي تستطيع ان تغير ضفة الحوار؟ قال لها اجاءك شيطانك؟ لانه طبعا ويبدو ما كان فيه يعني بعد علامات الغيرة ظهرت على عائشة رضي الله عنها من تغيي واجهها او نحو ذلك؟ أجاءك شيطانك؟ لم تقل له ليس للشيطان. النعم جاء للشيطان. لا لم تقل هذا. أجاءك شيطانك؟ آه بس يعني خالف يا رسول الله. طبعا الحويني بيحاول يدافع عن عائشة وبيحاول يظهر انه اسلوب عائشة كان اسلوب المرأة الزكية. المرأة المؤدبة المهذبة في حواره مع جزة ومع النبي. لكن يا شيخ الحويني متأسف يا عائشة كانت تعرف منين ان كان عليها شيطان؟ شايفة واحد بيقول ان هو نبي وخاتم الانبياء وآخر الانبياء والمرسلين. يقول لها قد جاءك شيطانك يا عائشة؟ طبيعي. ده مش اسلوب مهذب. ده دي عبارة تدل على انها تخضط وتفجأت وتصدمت بعد العشرة دي كلها بتقول انه فيها شيطان. فهي الرد يا شيخ الحويني مش معناه انه اسلوب مهذب او مؤدب منها او اسلوب راقي او اسلوب مش عارف ايه زي ما بتحاول تجمل الحديث وتجمل عائشة وبتحاول تظهر ان هو اسلوبها يعني اسلوب المرأة الزكية. لا او اللي بتحترم جزة. لا الكلام ده مش مظبوط يا شيخ حويني. وانت تعلم ان الكلام ده مش مظبوط نهائي. عائشة كانت تتطول في اقوال كثيرة جدا على محمد. لكن ده مش موضوعنا النهاردة. لكن موضوعنا النهاردة. واحد يقول له اقد جاءك شيطانك يا عائشة. الرد تقول ايه? الرد تقول ايه? امعي شيطان? انت بتقول ايه? انت امعي. ده الرد الطبيعي. ده مش اسلوب مهذب ولا مؤدب ولا زكاء. لا امعي شيطان. اي واحد اي بص الواحد يقول له يا اخي ايه ايه يعني روح الشيطان اللي هيقول له ايه الشيطان اللي ايه ده. ده شي طبيعي. نكمل الشيطان. اولا سلك شيطان. قال بنا. ولكن الله اعانني عليه فاسلم. فلا يأمرني الا بخير. ايه نقضى. الشيطان. او ليس لك شيطان يعني لك او بك مراضف ومعنى واحد. معك ولك وبك مراضف ومعنى واحد. ايه الدليل? لانه محمد يقول انه كل انسان معه شيطان. ومحمد بيقول ان الشيطان يجري في داخل الانسان مجرى الدم. يبقى اذا النتيجة معه ولي وجواه معنى واحد. يبقى نبي الاسلام كان معاه ولي وجواه شيطان. الكارثة اللي مش منتبه لها الشيخ الحويني والمسلمين. فرحانين بكلمة اعانني الله عليه فاسلم فلا يأمرني. انت منتبه للكلمة دي يا شيخ حويني. منتبه للعبارة دي. ان نبيك بيتقمر من الشيطان. حتى لو بالخير يعني اللي بياخد اوامره من الشيطان. يعني الشيطان هو اللي بيوجهه. انت منتبه. انت فرحان بالكلمة دي مبسوط بيها. يعني حاسس انه اه حاجة عادية. يعني الامر مش بيسبب ليك اي نوع من الخضة او اي نوع من التساؤل او اي نوع من الاستغراب او على او يضع امامك على ما تستفهم كيف يقول النبي ان الشيطان يأمره حتى لو بالخير. الشيطان يأمره حتى لو بالخير. بس بس في الاول والاخير ان الشيطان يأمر نبيك ده اعتراف من ثم محمد واعتراف من الشيخ الحويني. اعتراف من الاحاديث المروية اللي بتفتخروا بيها. ان الشيطان هو من كان يقود نبيك حتى لو بالخير. بس الشيطان اللي بيقوده. مش الاله الشيطان اللي بيقوده. ده اول اعتراف سيد الادلة. يبقى انا لما بقول محمد كان يحركه الشيطان مش بغلط. اهو. فاسلم فلا يأمرني يعني يا مسلم. ادخل اشرح لي ما المقصود بكلمة يأمرني. يأمرني. اشرح لي يا مسلم. ما المقصود بكلمة يأمرني. ما المقصود بلفز يأمرني. فلا يأمرني الا بالخير. مين اللي بيأمر بمين? مين? متأسف. مين اللي بيأمر بمين? مين اللي بيصدر الاوامر? ومين بيتلقى الاوامر? ومين بينفذ الأوامر اللي بيصدر الأوامر الشيطان اللي بيتلقى الأوامر نبيك واللي بينفذ الأوامر نبيك هذا ليس قولي لكن هذا قول نبي الإسلام أقد جائك شيطانك يا عائشة أو معي شيطان يا رسول الله قال نعم ومع كل إنسان الشيخ الحويني بقى شايف أن ده اسلوب مهذب ومحترم وزكي من عائشة ومع كل إنسان قال نعم ومعك يا رسول الله كارثة كارثة لا ينتبه إليها المسلم كارثة لا ينتبه إليها المسلم أن رسول الإسلام مش رسول الله الإله بتاعه رسول الإله بتاعه يعترف أنه معه شيطان وله شيطان ما رأيك أخي المسلم في هذا الحديث أتمنى من كل قلبي أن أي مسلم يدخل يقول لي ما رأيه في هذا الحديث لا تستعجي الأخي المسلم فهناك الكثير الذي سوف أكشفه لك في هذا الأمر وفي هذا الموضوع نأخذ أول اتصال لعله وعسى وربما نجد الإجابة عند أخونا محمد من مصر أهلا بك أخي محمد تفضل أهلا 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 أستاذنا تفضل تحياتي لحضرتك تحياتي لحضرتك والبرنامج شكرا تفضل انت على الهواء بس أنا الصوت مش سمع في التلفزيون لا ما أنت بقعد عن التلفزيون واسمعني من التلفزيون فقط لو سمعت لا أنا سمع عن التلفزيون لكن أنا أقصد أنه لا اسمي جي تحت ولا يا عمد اسمك مكتوبة هو خلي التلفزيون اللي أنت يوقف قدامه ما فوش الصوت وانت هتشوف اسمك مكتوبة هو اكتبه اسمه جمعة اتصال الأخ محمد من مصر عشان يتأكد أو محمود من مصر عشان يتأكد أن هو موجود على الهواء وبيكلمني انت بتكلمني صدقني انت بتكلمني أنا انظر وحبيب مقدم البرنامج بتكلم معك على الهواء تفضل اشكرك اولا يا استاذنا اه اولا يعني اه احنا اه تمام تمام بس عشان انا عوضت من هنا خد راحتك تأكد ان اسمك موجود وانت على الهواء اخ محمود تمام تمام اه اتفضل انا اه اتفضل اتفضل بس عشان الوقت البرنامج اتفضل اه اولا 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 اعستاذنا انه اذا كنا نحن باحثين عن الحق فعلا امم اولا من المفترض انه ييجي شيخ من جمعة الازهر من دار الافتاة وتبدأ يحصل محورة ويحصل جبال ده أولا ثانيا ما ينفعش المهاردة فيه علم اسمه علم مقرارة الأديان درس المذاهب والأديان وهكذا ده علم ليه جامعات وليه مؤسسات في خلال نفس الساعة أقدر نقش موضوع كبير المتاج اللي أنا أفهم إيه هو القرين وهل القرين اختلف عن الشيطان موضوع كبير جدا يعني على سبيل المثال من تعشى أنا كمسلم أتكلم على نشد الأنشاد وقول أنه الرب بيوصف كذا 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 أو المسيح بيوصف كذا كذا من غير ما أكون عند دراية كاملة بإيه هو نشد الأنشاد ما هو بيوصف كلامك يا أخ محمود في غاية الروعة ويدل على أنك إنسان مثقف أنا أولا 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 بحترم حضراتكم جدا وأنا بشوف أنه المسيحيون هم فركاء في الوطن هم زي المسلمين بالضبط لا يعني ما فيش أي أي أنا ضد أي خطاب تكفيري أو ضد خطاب عنصري أو ضد خطاب طيب بس عشان كلامنا يكون مفيد يا أخ محمود أولا خليك معايا من فضلك ما تقفلش أو تخرج يا للأسف فقدنا الاتصال طيب أنا مش هادر أجاوب على الأخ محمود إلا لما يرجع عشان أطرح عليه بعض الأسئلة والأفكار لكن عايزة أقولي يا أخ محمود لو أنت تعرف شيخ من الأظهر دارس مقارنة أديان وعنده ملم وعنده معرفة إنه يتحدث في الدين ويقدر يعلمني إيه هو القرين أنا محتاجة أتعلم إيه هو القرين من فضلك خلي يدخل يتصل بي أنا أتحدث عن حديث واضح يا أخ محمود كنت أتمنى ولما تتصل تاني هطرح الحديث عليك وهطرح السؤال ده عليك أتمنى أسمع منك هذا الجواب هل يليك إن واحد يقول عن نفسه إنه خاتم الأنبياء وآخر الأنبياء يكون فيه شيطان سميه قرين سميه شيطان سميه قرين من الجن أنا قدام لفظ في حديث أنا قدام لفظ في حديث هل أخطأ نبيك وكان يقصد يقول قريب من الجن أو قريب من الملايكة فقال شيطان يبقى الخطأ على نبيك مش عليا أنا رجل فقط أتساءل هل الحديث ده صحيح ولا مش موجود الكتب بتقول الحديث صحيح مش أنا اللي كاتبه صدقني ولا أنا جايبه من كتاب من صور الأسباكية ده الحديث موجود فيه صحيح مسلم الحديث موجود فيه صحيح مسلم يعني كتاب من أعلى قتب الصحاح من أعلى قتب الأحاديث من أعلى قتب الأسانيد من أعلى القتب الذي يقره ويعترب بها ويقدسها ويقلها المسلمين يبقى أنا براءة أنا براءة أنا حديث موجود جوه مسلم الحديث مروع عن مين عن عائشة يبقى هل عائشة بتتهم نبيك بكلام غير مظبوط المشكلة عليها يبقى رقم واحد من المسؤولة عن الحديث ده مسلم مش أنا اتنين الحديث ده مروع عن مين عن عائشة يبقى عائشة هي المسؤولة مش أنا ثلاثة اختيار اللفظ مش أنا أنا ما اخترتش لفظ غلط وما نطقتش الحديث غلط اختيار اللفظ أقد جاءك شيطانك يا عائشة تخضر أمعي شيطان يا رسول الله قال نعم ومع كل إنسان قال نعم ومعك يا رسول الله قال نعم لكن الله أعانني علي فلا يأمرني إلا بالخير اللفظ اللي موجود جوه الحديث ده ايه يا أخي محمود وكل مسلم شيطان مين اللي اختار اللفظ ده نبيك مين اللي روى الحديث أحب وحدة إلى قلب نبيك عائشة موجود فين صدقني مش موجود في كتاب معايا ولا في نوتا ولا أجندة معايا صدقني موجود جوه صحيح مسلم الدليل حديث تقدر تدور عليه بسهولة جدا وأنا أشرت إلى الباب اللي موجود فيه الحديث أهو يعني كتاب رجع معايا أخي محمود وكل مسلم صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرين ودي الحديث مين بقى الملوم هنا واللي يقع عليه اللوم عائشة ونبيك ومسلم مش أنا أنا مجرد طارح سؤال وبعلق على الحديث هل يليك بشخص بيقول أنه نبي يبقى جواه شيطان وهل يليك أنه شخص بيقول نبي يتلقى أوامره من الشيطان هل يليك أنه يقول فلا يأمرني إلا بالخير ده اعتراف صريح أنه كان يتلقى أوامر من الشيطان أسمع صوتك يا مسلم فعشان ما تزعلش أرجع لك تاني حبيبك الشيخ الحويني بيقول إيه على الحديث ده يا عم خلينا عشان المسلم يتأكد نرجع له تاني فيديو رقم اتنين صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى البقية مرة خرجع إلى عائشة فوجد منها تغيرا فقال لها مالك يا عائش الشيخ الحويني بيدل عائشة مالك يا عائش بس هو قال لها يا عائشة فضل أجاءك شيطانك فقالت له قولة المرأة الزكية فين الزكاء التي تستطيع أن تغير ضفة الحوار قال لها أجاءك شيطانك لأنه طبعا ورد مكان فيه يعني آآ بعض علامات الغيرة ظهرت على عائشة رضي الله عنها من تغير وجهها أو نحو ذلك أجاءك شيطانك لم تقل له ليس لشيطان أو نعم جاء لشيطان لا لم تقل هذا أجاءك شيطانك قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير الشيطان الشيطان هو مع مدعس صوام لا يأمره إلا بخير فمن أين يتيه الشر عليه الصلاة والسلام فلا يأمر يا شيخ حوين يعني أشكرك 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 فعلا 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 أشكرك لأمنتك ليسرد الحديث بالكامل فلا يأمرني يعني يا فضيلة الشيخ الحويني أنا بشكرك جدا أبو صحاق الحويني لأنك تعترف بناء عن تصريح صريح من نبيك أن نبيك كان يتلقى أوامره من الشيطان حتى لو كانت هذه الأوامر خير بس في الأول والأخير نبيك كان الشيطان يقوده ويحركه ويأمره كما رأيك عزيزي المسلم الأخ صلاح الدين الأعمال يكتب ويشكك في الأمور طب ما تدخل يا أخ صلاح الدين ترد لي وتعلمني إيه موضوع الحديث أو لا لا شاطر بس تكتب على الفيسبوك يا جماعة يا جماعة وكان فيه أخ كمان اسمه عادل بعتقد المصري كان كاتب لي على إعلان الحلقة هدخل واتكلم وإزاي الشيطان قاد المسيح في البريد نبيك بيعترف أنه كان معاه شيطان نبيك بيعترف أنه كان فيه شيطان نبيك بيعترف أنه الشيطان كان بيأمره حتى لو بالخير يعني الشيطان كان بيأمره أولا الشيطان كان بيأمره هل محمد فقط كان يتواجد في داخله شيطان حسب رواية عائشة أم كان في داخله كائن آخر ما واضح أنه معرفش محمد جعل من جسده حقل ومسكن لكائنات مختلفة ده مش كلام يا جمعة حديث مروي عن ابن مسعود الراوي عبد الله ابن مسعود صحيح مسلم خلاصة حكم المحدث صحيح بيقول لي عبد الله ابن مسعود على لسان محمد نبي الإسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن هناك قال شيطان يعني محمد يعرف يستخدم الألفاظ قال لي عائشة شيطان يعني دي حاجة منفصلة وقال لعبد الله ابن مسعود وللمسلمين اللي كانوا قاعدين قدامه قال كده إيه ما فيش واحد إلا ومعاه قرينه من الجن يا خبرة بياض أنا مش عارف يا مسلم انت هتلاقيه منين ولا منين يعني الشيطان بيجري جواك مجرى الدم دي كارثة اتنين معاك شيطان حسب حديث عائشة دي كارثة تلاتة جواك قرين من الجن طب انت هتعمل إيه ولا إيه يا مسلم يعني يا جماعة المسلم هيعمل إيه ولا إيه من الشيطان اللي بيجري جواه ولا الشيطان اللي براه معاه وبيرافكه في الرايحة الجاية ولا قرينه من الجن يا جماعة بصراحة انتم مفروض تعملوا يعني اعتراضات ومليونيات على الأحاديث دي ويترفضوا ان يكون المسلم جواه تلك كائنات كائن بيجري جواه اسمه شيطان كائن آخر من برا شيطان ماشي معاه كائن آخر اسمه قرينه من الجن موجود جواه انت ساكت لي يا مسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيايا إلا إن الله أعانني عليه في أسلما فلا يأمرني إلا بخير وفي حديث سفيان وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة يعني المسلم ماشي معاه أربعة المسلم ماشي معاه أربعة والإنسان ماشي معاه أربعة بحسب روايات محمد رقم واحد شيطان بيجري جواه مجرى الدم اتنين معاه شيطان تلاتة معاه قرينه من الجن أربعة معاه قرينه من الملائكة طيب أنا يعني شايف أنه موضوع موجود قرين من الملائكة دي يعني الملائك هنا ضعيف عليه تلاتة تلاتة قدام واحد تلاتة قدام واحد فالمغلوب هنا الملائك ليه؟ لأن أنا شايف انتصار أكتر للشيطان اللي بيجري جوه وللشيطان المرافق وللجن فالملائك هنا محصور ما بين الشيطان اللي جوه والشيطان اللي معاه والقرين من الجن طيب الملائكة يعمل ايه؟ يعني ايه تأثير الملائك قرينك من الملائك يا مسلم؟ ما هو تأثير تأثير قرينك من الملائك عليك يا مسلم؟ يا جمع يعني نفسي تشرحوا لي خدوا بقى المفاجأة دي عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قلوا بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصباه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب المسيح معمله كده على حسب روايات نبيك طبعا المسيح أعظم لكن خليني بس أشغل مخك حسب روايات نبيك المسيح معمله حجاب يعني صور حماية إبليس راح يطعن زي ما طعن نبيك ايطعن جات في الحجاب يعني المسيح الوحيد المستثنى من نخس وتعن الشيطان أبو هريرة الراوي المحدث البخاري المصدر صحيح البخاري خلاصة الحكم المحدث صحيح الحديث 3286 يعني نبيك يا مسلم مع شيطان وجواه شيطان ومعه قريم من الجن ومعه قريم من ملائكة وتنخس من الشيطان فما هو قولك أيها المسلم عزيز المسلم نشوف فيديو رقم 3 عشان نؤكد هذا الحديث وعشان المسلم بيبقى عارف نحن بنقرأ فعلا الحديث موثقة وبنأكد عليها وبنوثقة من كتب الحديث ومن الشيوخ تفضلوا قاعد السؤال مشان يتسجل قاعد السؤال الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان تبعه خلاه يأسلم وهو شيطان كيف يدع علي أنه يخلي سيطر علي أنه يخليه أسلم كويس هذا السؤال الصح من السؤال السابق قل يا كيف الألباني قول قول فضل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد أيوة إلا وله قرين من الملائكة وقري من الجن قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم الحديث ليس صريحا بالمعنى اللي أنت عم تسأل عنه وصبيت كلامك حوله جهة أسلم تعبير أسلم فضله كيف خلاي أسلم وهو شيطان الحديث ليس صريحا في ذلك ليه لأن العلماء لما بذكروا الحديث ولكن الله أعانني عليه برؤول كمالي بلفظ فأسلم وبلغفاني فأسلم ففي فرق بين فأسلم يعني من شره فأسلم فأسلم يعني يا شيخ الألباني أنت ترفض العبارة المشهورة عند المسلمين أن الشيطان أعطنق الإسلام لكن كلمة أسلم يعني استسلم لي وأصبح يؤمر محمد بالخير ده تعتراف الشيخ الألباني مع الكلام اللي أنا قلته في حد داخل مدعي عام الحساب والمسلمين يجيدون الكذب ليس بهكذا تنشر دعوة الإسلام ليس بالكذب تنشر دعوة الإسلام حساب يقول أو حساب على الفيسبوك واحدة عامل نفسها أخت بشارة أنا كنت مسحية وأسلمت بفضل برامقه مستمر طيب أنا بدعو صاحب الحساب ده وأنا متأكد مليون في المية أنه حساب كاذب لمسلم يعتقد أن بالكذب ينشر الإسلام طيب على الهواء عندنا مثل في مصر الميا تكذب الغطاص الميا تكذب الغطاص يا أختي اللي بتقولي كنت مسحية وأسلمتي من فضلك وناشدك على الهواء ادخلي اثبتي ذلك وادعوني للإسلام وريني الأسباب اللي جعلتك تترك المسحية وإيه الأسباب اللي جعلتك تؤمني بالإسلام فيه حاجة دي حاجة تزعل لو ما عندك إيش أمور مادية يعني شوية صعب عليك أنك تتصل بينا على الهواء ابعتي رقمك وأنا أتعهد لك على الهواء هطلب من إدارة أو إخوة الموجودين الخدام جوه القناة يتصلون بك عشان تدخلي على الهواء وتثبتي لي دليل وصحة ما كتبته عيب عليك تجذب عيب عليك تجذب ليس ليس بالكذب تنشر دعوة الإسلام وإلا أنت كده تكون بتثبت أنه الإسلام قائم على الكذب ادخل يا عم قولي أنا أسلم وأنا أقولك أنا أتركت الإسلام ونشوف مين فينا الصح ومين فينا السادق فعلا أنا اللي تركت الإسلام ولا أنت اللي بتدعي أن كنت مسيحي وأسلمت ادخل وهل راضي يا ياللي بتقولي تركت المسحية واعتنقت الإسلام هل موافقة على أن نبيك فيه شيطان ولا ما سمعتيش الموضوع ده لو أنت السادق طبعا مية في المية أنت حساب كاذب ومية في المية تستخدم أسلوب الكاذب في محاولة أنك تعمل شاو شاو فضل إيه أحنا ما عندنا كتير جدا من اللي فعلا تركوا الإسلام ولا أتوقف على هذا وإن كنت صادق فعليك أن تثبت حسن صدقك وصدق كلامك وتدخل تتصل بنا يبقى رقم واحد محمد قال الشيطان يجري مجرى الدم اتنين محمد قال لعائشة بك شيطان ومعي شيطان ومع كل إنسان تلاتة محمد قال إن الشيطان كان بيقود وبيأمره بالخير أربعة محمد بس ما كانش عليه شيطان ده كان معه شيطان وجواه شيطان ومعه قرين من الجن خمسة كلمة أسلم لا تعني أنه أعطنق الإسلام لكن تعني أنه تسلم لي لكن يعني شيخ الألباني وشيخ الحويني سؤال كيف يستسلم الشيطان لمحمد وفي نفس الوقت الشيطان هو اللي بيؤمر محمد حتى لو بالخير إزاي يعني إيه المنطق ده إيه إنتم مصدقيني الكلام ده مصدقيني الكلام هل ده هل دي اللقاءات الوحيدة بين محمد والشيطان لا خدوا حديث تاني يا جماعة لحد لسه لا تستعجل يا مسلم سوف أكشف لك اسم الشيطان ولونه في آخر الحلقة فلا تغادر البث أو الحلقة لأنه هناك مفاجأة في آخر الحلقة روى أحمد في المسند قال قال صلى الله مر علي الشيطان فأخسته فخنقته يعني الشيطان مر على محمد ده غير اللي جواه واللي معاه وغير قرينه من الجن وغير قرينه من الملايكة وهو قاع كده في حاله والحديث ده مروي بروايات مختلفة الحديث ده بالذات مروي بروايات مختلفة هكشف ليكم بعض الروايات عن الحديث ده بيقول محمد في مصند أحمد مر علي الشيطان فأخسته يعني أخسته هنا يعني شلته وضميته وكتفته فخنقته تخيله يا أخي تخيله نبي الإسلام ده كان عنده عضلات وقو البنية والجسد وعنده القدرة أن يخنق الشيطان فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه في يدي فقال أوجعتني أوجعتني فقال أوجعتني أوجعتني يعني الشيطان اللي كان الشيخ من شوية بيقول عامل زي الطيارة بيطير وبيلعب في الهوى وبتشكل بقى إنسان وظاهر لمحمد ومحمد قام راح يعني كتفه وبعد كده بعد ما كتفه خنقه لدرجة إن من قطر الخنقة وقطر يعني شدة يد محمد على رقبة الشيطان لسانه طلع بيقول أكاد حتى إني لأجد برد لسانه في يدي يعني اللسان الشيطان دلدل وطلع فلما سئيد محمد وكان من قطر السقع بقى والبرودة اللي في لسان الشيطان لأنه خلاص بيطلع بينفث أنفاسه الأخيرة بيطلع في الروح فالشيطان بدأ يصرخ يا محمد أوجعتني أوجعتني يا جماعة أنتم مصدقين قصة ألف ليلة وليلة دي إيه رأيك مسلم الجلع اللي قال إنه كان مسيحي وأسلم إيه رأيه في في القصة دي عبد الرحمن عالي زي إلهك وبوليس ادخل يا أخ عبد الرحمن وما تكسفش وتعالى أعرفني مين هو بوليس وإيه اللي زي إلهي ده خلينا نعمل حوارات أنتم يا جماعة يا مسلمين مكسفين ليوا بتكتبوا على البث بس ما تدخلوا تأملوا حوارات يا جماعة ادخلوا ونقشونا وادخلوا اتكلموا معنا أنا نفسي أسمع رأي المسلمين اللي موجودين على البث طيب بتقول زي بوليس بوليس إنسان يا عم ما قالش عن نفسه خاتم الأنبياء والمرسلين لكن بوليس ده اللسان الشيطان موجود في يد محمد والشيطان بيصرخ هو مخنوق يا محمد أوجعتني أوجعتني حادث تاني عن جابر بن سمرة بيقول كده في المعجم الكبير باب الجيم باب من اسمه جابر جابر بن سمرة بيقول صلينا مع رسول الله فضم يديه في الصلاة وهم ما وقفين يصلوا وراء رسول الله بتاعهم لقو مسك إيديه وعمل يعمل كده ضم إيديه يعني بشدة فلما قد الصلاة انتهى وقت صلى قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيئا قال لا إلا إن الشيطان أراد أن يمر بين يديه فخنقته يعني محمد وقف بيصلي مفروض بقى يعني دي كارثة صدقوني دي كارثة معرفش المسلمين إزاي بيقبلوا الأحاديث دي يعني جوه جامع وقف بيصلي ونبي وبيقول عن نفسه ختم الأنبياء والمرسلين وقف بيصلي قدام حضرة الله ومعاه قرينه من الملايكة معرفش قرين الملايكة ده نايم ولا أخذ أجازة ولا ما كانوا فين أنا معرفش ومحمد وقف بيصلي المسلمين هم بيصلوا بيبصوا على محمد مفروض بيصلوا بيغمضين عينيهم وفي خشوهم مع الله لا بيبصوا على محمد فجأة لقوا محمد عمال يعمل كده وضامم إيده على بعض فطبعا يعني أتلهم الشوء أنه يسألوا محمد بعد ما تخلص الصلاة إلا حصل يا رسول الله أحدث شيء قال لا بل الشيطان أراد أن يمر من بين يدي فخنقته يعني بن إديك إزاي يعني أنت كنت وقف عامل كده ولا وقف عامل كده ولا وقف كده ولا إزاي مش أنت وقف كده ولا وقف كده يعني الشيطان أراد إزاي أن يمر من بين يديك معرفش فهمها لي دي يا جماعة لو حد فهم الأمر ده فخنقته مالك وبعدين يا محمد بعد ما خنقته إلا حصل يقول كده حتى وجدته برد لسانه على يدي وأيما الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لنيت إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة لولا أن سليمان سبقني وربط الشياطين قدت عملت زيه ورحت رابط الشيطان في عمود من عمدان عمدت المسجد وأجبي لعيال الصغيرة اللي في المدينة يلعبوا بالشيطان أخي المسلم ما رأى يكفى حديث زي ده هتقول عليها افترى بفتري على نبيك طيب نشوف الشيخ رقم أربعة ماذا يقول عن هذا الحديث نشوف الشيخ الحديث في مسند أحمد وأصله عند البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام القصة لها روايتين الرواية الأولى يقول عليه الصلاة والسلام إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة الرواية الأخرى الصحابة بيحكوها بالتفصيل شيئا ما يقولون احكينا للصبح معاك مش زهقانين من حاجة وممكن أعمل امتداد للبس احكينا السلام قائم يصلي إذ بسط زراعه مد زراعه أيوة ثم قبض يده كأنما يتناول شيئا ثم تمتم بكلمات لا نعقلها إذن فالصحابة أول مرة يشوفهم هذا المشهد الرسول واقف يصلي يصلي مثلا نافلة أو شيء أيوة فجأة أو كان في صلاة الفريضة ممكن ممكن هو واقف يصلي فجأة مد زراعه ثم قبضها قبض كفه ثم تمتم بكلمات لم نفهمها لم نفهمها فلما انتهت الصلاة أو لما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت أشياء لم نكن نعهدك تفعلها في صلاتك قال إن إبليس لعنه الله جاءني بجمرة من النار أراد أن يجعلها في وجهي في رواية فقلت له ألعنك بلعنة الله والأخ صلاة نعمل وقفة جماعة وهرجع الأخ صلاة صلاة الدين بيقول لي يعني عيب تبقى في اللغة العربية ومش عارب بين يدي يعني أمامي يعني جات على دي بن يدي مش يا بن يدي يعني بن يدي المقصود بها في اللغة العربية أمامي هم وهم مر الشيطان ومد إيده وخنقه يعني المسلم يقف على اللفظ ما جاتش على دي يا أخي أنا مد إيده وخنق الشيطان والشيطان برد لسانه وطلع في إيد محمد وبدأ يعلص صوت الشيطان يزرخ اوجعتني اوجعتني نصدق يعني عد عليك انه ظهر له شيطان وعد عليك ان الشيطان ظهر له وبيصلي وعد عليك انه كان في محضر الله جوا الجامع والصحابة وراه وبيعمل دي حرقات يا حبيبي شيطانية ده معنى انه ملبوس ده معنى انه في جواه جن ارواح شريرة طيب ما يخليه اخي في الصلاة والقارين الملايكة هو اللي يقوم بالواجب ده ولا الملاك مش هيقدر على الشيطان واجعت فرق معك قوي مش بين ايدي لأ قدامه مش فرق معك بيخنق شيطان طيب نكمل الفيديو لو في حاجة وهناخد الفيديو اللي بعدين قال فلم يرجع قال فمددت يدي فخنقته يبالرسول ماذا فعل خنقه فخنقته حتى احسسته ببرد لعابه ايوه الريق بتاعه يسير ايه يا جماعة ما تتخضوش فيه رواية برد لسانه وفيه رواية برد لعابه يعني شيطان عنده لعاب الشيطان عنده لعاب ولسان ورقبة وشيطان ضعيف ضعيف ومحمد قوي البنية بيخنق الشيطان بايده مد ايده ومسك رقبة الشيطان وخنقه والشيطان ده يعني مش خيال سوري مش خيال يعني مش شيء كده روحي او شيء غير مادي مش شيء اختفي من بن ايد محمد نكمل حتى احسست ببرد لعابه على يدي ولولا دعوة اخي سليمان رب هبلي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب لربطته في سارية في عمود في سارية من سواء المن يا محمد ما كنتش تلتفت لدعوة سليمان ما كنت ربطته الاخي صلاح بيقول لي عشان يثبت انه له سلطان على الشيطان يثبت في ايه يثبت في ايه دا استعجل شيء هوريلك الشياطين عملت في نبيك ايه ايه السلطان اللي نبيك على الشياطين ما تستعجلش استعجل في احاديث هنا احنا مع للصبح هوريلك الشياطين عملت في نبيك ايه عفريت صغير من الشياطين هوريلك عملت في نبيك سلطان ايه يا جماعة سلطان ايه الشيطان بيزهله بيخنقه ولعاب ولسان سلطان ايه والشيطان جواء والله طيب إذا كان لنبيك سلطان على الشيطان كما تدعي لماذا قال والله أعانني عليه حتى أسلم فلا يأمرني إلا بالخير إزاي واحد له سلطان على التاني والتاني اللي هو مأمور هو اللي بيأمر له سلطان يعني ودنك مينين يا جوحة ما تفسروا لي يا أخوة يا أخي لما تفسر فسر كلام منطقي تفسر كلام منطقي طيب ناخد فيديو رقم خمسة تفضلوا قصة نعم بس لجن هذي أيضا بالصالحين أيضا أنه عليه السلام قال إن عذرين تمنى الجن يقول إن عذرين تمنى الجن عربا لي ليقطع علي صلاة وعند مشر منه من درداء أنه عليه السلام سعادة بالله منه فلم ينصره قال قلت ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ثلاثا في درداء في وسلم قال في وعد النساء صحيحة فأمسكه النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه حتى شاء لعابه على يده يعني الأخي صلاح الدين شايف إن دي معجزة شايف إن دي معجزة معجزة إنه محمد يخنق الشيطان والشيطان له رقبة ومحمد يخنق الشيطان والشيطان له لعاب ولسان ولسان الشيطان يخرج يدلدل ولعابه ينزل لأنه خلاص بيتخنق بيموت الشيطان بيموت بيموت في يد محمد يا جماعة انقذوا الشيطان من يد محمد القبار بيقلق الشيطان والشيطان يتوجع ويقول أوجعتني أوجعتني قال له دوله يا سليمان كنت ربطتك في العمود وجبت العيال بتاع المدينة يلعبوا بيك ياريتك كنت ربط يا محمد ياريتك كنت ربط والأخ صلاح شايف إن دي معجزة ما رأيك عزيز المسلم هل توافق الأخ صلاح الدين إن دي معجزة أسمع أراء إخواتي المسلمين طيب يبقى التسلسل عشان المسلم ما ينساش الشيطان يجري في داخل الإنسان بدون استثناء إلا المسيح فقط كمجرى الدم اتنين معك شيطان يا رسول الله قال نعم ثلاثة احنا بحط بس اللي أنا اتكلمت فيه ثلاثة مش بس معه شيطان دمعه قريم من الجن لكن الله أعانوا عليه وبدأ الشيطان يؤمر محمد بالخير أربعة محمد كان يخلق الشيطان ولولا دعوة أخيه سليمان كربتوا في العمود وجاب العيال بتاع المدينة يلعبوا به طيب خد المفاجأة يا مسلم لا تستعجل لا تستعجل ماذا كانت تفعل الشياطين مع أو الجن مع نبي الإسلام قصدتوا ان انا اجيب الحديث ده بالذات لانه هيبقى عليه كلام كتير وناس كتير تحاول تنكره وناس كتير لا موضوع مدسوس ضعيف لا قصدت ان انا اجيبه زي ما هو كده صورة من مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للعثمي مين تاني يا جمعة؟ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للعثمي رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح غير عمر البكالي وذكره العجلية في ثقات التابعين وابن حبان وغيره في الصحابة رواه الترمزي باختصار يعني الحديث صحيح ورجاله رجال صحيح حتى حاول يضعفوه من جهة عمر البكالي قالوا لا صحيح الناس اللي بتحاول تضعف الحديث ده قالوا صحيح ليه بركز على الحديث ده؟ اسمع يا مسلم عن عبدالله ابن مسعود قال استبقني رسول الله قال فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا فخط رسول الله خط خط يعني عمل خط خط في الأرض وقال لعبدالله ابن مسعود اوعى تعدي الخط ده كن بين ظاهري هذه لا تخرج منها فأنك إن خرجت ومنها هلكت قال فكنت قال هنا عبدالله ابن مسعود بيقول قال فكنت قال فمضى صلى رسول الله فدق أو أبعد شيء يعني بعد شيء عنه أو كما قال ثم ذكر هانيا يعني ذكر إن في مجموعة كأنهم الظط رجال ظهروا لرسول الله قدام عبدالله ابن مسعود كأنهم الظط مين هم الظط لما تعمل بحث عن كلمة الظط في قوميس اللغة العربية هيقولك مجموعة من السودانين شبه السودانين أو شبه الهنود أقوياء البنية طوال القامة أجسادهم قوية هم الظط ده الظط اسمعي مسلم كلمة الظط ده مين هم الظط رجال كأنهم الظط عاملين زي الهنود أو السودانين صمر شوية البشرة طوال القامة قوي البنية قال عفان أو كما قال عفان إن شاء الله اسمعي يا مسلم ليس عليهم ثياب عراء ولا أرى سوقتهم من قتر ما هم ضخام يعني الأعضاء الخاصة بتاعتهم مش بينة طوال قليل لحمهم يعني طوال بس نحاف شوية بس رضخام ما عرفش ميتركبين إزاي قال فأتوا فجعلوا أقبرها مش عارف زهرة ولا مزهرة يا جماعة زهرة ولا مزهرة حد يقول لي زهرة ولا مزهرة فأتوا فجعلوا جعلوا إيه حد يقول يا جماعة زهرة قدام المشاهد ولا مزهرة كلموني لو حد عارف واضحة فجعلوا إيه فجعلوا إيه أنا مش قادر أنطق الكلمة يه ره كاف به ونون رسول الله ورسول الله يقرأ عليهم وجعلوا يأتون فيخيلون أو يميلون يترقصون حوله ويعتراضون الحديث ده موجود فين يا جماعة مسند أحمد مسند عبد الله بن مسعود مجمع الزوائد ومنبع الفوائد قوم رجال الزط يعني هنود قول بنية أو سودانين بسبب البشرة السمرة اتلموا على رسول الله وبيعلمهم الإسلام جعلوا يركبونه وهم عراه يا مسلم تقبل حديث زي ده يا مسلم تقبل حديث زي ده ما رأيك أخي المسلم في حديث زي ده هل تقبل حديث زي ده هرى لكم الحديث من أوله عشان محدش يقول أنا في طريق حدثنا عارم وعفان قالا حدثنا معتمره قالا حدثني أبو تميمة عن عمره لعله أن يكون قد قال البكالي يحدثه عمره عن عبد الله ابن مسعود قال عمره إن عبد الله ابن مسعود قال استدبعني رسول الله قال فانطلقنا استدبعني يعني قال لي تعالى رقم شوية كده هنتسلى ورلك شوية حاجات غريبة فانطلقنا حتى أتيت مكان كذا وكذا فخط لي خطة يعني عملي خطة على الأرض فقال كن بين ظاهري هذه لا تخرج منها فإن خرقتها لك قال فكنت فيها قال فمضى رسول الله حسفة أو أبعد شيئا يعني مش شوية بعيد عني يدوب شايفو أو كما قال ثم ذكر إن هنيا كأنهم الضط هنيا كأن يعني ناس رجال كبيرة كأنهم الضط يعني ممكن نقول عليهم هنود أو ننقل نقول عليهم سودانيين أو أفرقى قال عفان أو كما قال عفان إن شاء الله إه انت يا مسلم سعدني يمكن أنا بمعرف شأرة انت يا مسلم ليس عليهم ثياب ولا أرى سوءتهم طوالا قليل لحمهم قال فأتوا فجعلوا يهره كاف به وونون رسول الله وجعلوا يأتون إليه ما يهمنيش الباقي الحديث لأن الباقي الحديث بيقول إنه قاعد يعلمهم القرآن وهذا من كتاب هذا الحديث رقم 3688 من كتاب مسند أحمد بن حنبل مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وتعالى عبد الله بن مسعود قال ثم ذكر إنه هنيا كأنهم الضط ليس عليهم ثياب فأتوا فجعلوا يركبون خلاص قلتها بقى لدرجة إنهم كانوا يعني ثقيلا واجعا رسول الله من قتر ما كانوا عليه ومن قتر ما كانوا مما ركبوه أو يكاد أن يكون وجعا مما ركبوه مسند أحمد جزء 6 صفحة 332 حديث إسناده صحيح 3788 ترمذي حديث 6261 صحاها وابن كثير الدمشقي وابن حبان والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جزء 8 صفحة 261 قلت رواه الترمذي باختصار رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح غير عمر بن بكالي وذكره العجيلية في ثقات التبعيد وابن حبان وغيره في الصحابة ما رأي المسلمين ما رأي المسلمين بالناس الضط الذين ليس عليهم ثياب اللي كانوا ملفوفين حوالين نبيت نبيت ناخد الأخ عبد الفتاح ربما فقدنا اتصال الأخ عبد الفتاح بعتذل ليك كنت أتمنى أسمع رأيك يا أخ عبد الفتاح طيب خلينا ناخد فيديو رقم 6 طبعا بعض الشيوخ بيقصوا الحديث لأن الحديث مروي وما فيوش كلمة يركبون دي فنسمع الأول فيديو رقم 6 الشيخ الضغبي بيقول إيه وبعد كده نسمع المغامسي بيقول إيه يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهيم بالنسبة لمحمد صلى الله وسلم الحديث من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وإن الحديث وارد في صحيح مسلم تحت ولذلك سماه العلمة بليلة الجن أنه قال يعني أبو عبد الرحمن عبد الله بن سعود أنهم افتقلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال فأخذ ذا نبحث عنه في الشعاب والأودية عايز توجي سؤال أولا؟ لا أنا عايز لقول الحديث بالراحة عشان مهمة أهل المشاهدين في الشعاب فبحث ذا عنه في الشعاب افتقلوا النبي ليلا ليس نهارا تحديدا هو الزمن ليلا بحثوا عنه في الشعاب والأودية شوف إيه اللي حصل قال فبتنا بشر ليلة طبعا نشغلين وقلنا أنه استطير أو اغتيل يا حد اقتاله يحدث له مكره والعياذ بالله جنة وعلا قال فبتنا بشر ليلة إذ هو قد جاء من قبل حراء في آخر الليل جاي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حراء قلنا يا رسول الله بيتنا بشر ليلة قلنا أنك اغتيلت أو استطيرت أي قال بعضهم اغتيل وقيل استطير فبتنا بشر ليلة فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن داعي بالليا الإضافية أتاني داعي الجن من هو؟ منتاز أحد جن نصيبين أرسل قومه قالوا له اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وادعوه عندنا يدعونا للإسلام حتى نسبع منهم يبقى إذن أوضح البساطة المشاهدين داعي الجن جاي ممثل عن قوم قوموا قالوا له روح للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوه لنا عشان عزين نعرف الإسلام ليه لأنهم مكلفون معايز زي؟ وكيف أتاه؟ كميل؟ كيف أتاه؟ وفي أي صورة؟ هذه لم تذكر في حديثه صلى الله عليه وسلم دي رواية الأخ صلاح الدين بيقول أن عمر البكالي لم يثبت اتصاله بابن مسعود والبخاري سكت طالما البخاري سكت يبقى الحديث ضعيف يا حبيبي البخاري سكت طيب الإمام أحمد اللي صحح الحديث وقال عنه صحيح يبقى الأخ صلاح الدين بيرد الكلام مكافح الشبهات وبيحاول يضعف أنتوا أعرف من أحمد في مسنده؟ أنتوا بتعرفوا أكتر من الإمام أحمد؟ ولا الترمذي اللي روا هذا الحديث؟ ولا الهيثامي اللي جاب الحديث ده في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؟ ما تعرفون يا جماعة أنتوا أكثر علماً من الناس دي؟ ولا أنت قاعد ضعف قوي؟ الحديث ده ما يعجبنيش ضعفه الحديث ده يعجبني قوي حديث إمام أحمد بيقولك قوي ورجاله صحيح والبعض أثبت أنه عمر البكالي ده صحيح مش معنى أن البخاري سكت عنه يبقى خلاص بس الحديث موجود عند الإمام أحمد يبقى حديث قوي ناخد الفيديو اللي بعدين مغمسي بيقول إيه في ليلة الجن أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً أيها كان هذا على الصحيح عند عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة مر على وادي نخلة وقد صدته قريش قد صدته ثقيف أهل الطائف فصدت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفل راجعاً إلى مكة ومعه غلامه زيد بن حارثة ثم إنه في بعض الطريق قام صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن لما بعث عليه الصلاة والسلام منعت الجن من استراق السمع وحيل بينهم وبين خبر السمع الجن كان بيجسس على السمع وكان طلع نازل يجسس على السمع أول ما جاء محمد نبي الجن والشياطين اتقفلت السمع واتمنع عن الجن بسبب ما جاء محمد على الأرض نبي الجن والشياطين إنهم يدخلوا يجسسوا على السمع فسألوا بعضهم ليه السمع تقفلت والأبواب تقفلت واللي اقفلت حطت واتمنع الطريق إن احنا نطلع نتجسس كعادتنا كل يوم نتجسس والملاكة نايمة وإله الإسلام نايم وسايب الجن يطلعوا يجسسوا ويشوفوا إيه الأخبار ويسألوا السؤال أوقت بعثة أوقت بعثة أوقت بعثة لحد ما في يوم السمع تقفلت فبلقوا يسألوا إيه اللي حكاية جمعت السمع تقفلت قالك ده بعث النبي بتاعنا تعالى بقى ننزل ونعين مجموعة مننا يروحوا يسألوا النبي بتاعنا فضل يا عمي الشيخ صالح فأمر إبليس من معه من الجان أن ينتشروا في الأقطار لينظروا لما منع خبر السمع برحمة الله وافق أن تسعة من الجن تسعة من الجن كانوا يوم ذاك مرين على وادي نخلة يعني محمد يا جماعة عشان بس نركز عشان محدش يتوه في مجموعة من الجن كبيرة بحسب كلام الشيخ الزغبي وبعض الروايات قبلت محمد مش عارفين العدد ولا هيئتهم في مجموعة تانية عين وتسعة راحوا قبلوا محمد من الجن بحسب كلام الشيخ صالح المغامسي في مجموعة بقى اللهم الزط دول راحوا ركبوا دول بقى راحوا قراء لا عليهم لا لبس ولا بتاع وسوقاتهم بين بس عبد الله بن مسعود من بعيد مش هيفها وراحوا ركبوا فضل يا شيخ صالح يصلي يقرأ القرآن ويتروه في الليل فالوقت مبارك ليل والقارئ مبارك وأي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمترو المقروء كلام الله والجن يستمعون فمن ذهولهم مما يسمعون ركب بعضهم بعضا شوف الشيخ صالح بقى مهزب قال لك ركب بعضهم بعضا هم عرا طيب يا شيخ صالح هم كانوا تسعة حسب روايتك التسعة دول هيعملوا زحمة لي ويركبوا بعضهم بعضا يا شيخ صالح واضح ان انت جبت من هنا وحطيت في هنا ونسيت انك قلت في اول الحديث انه كانوا تسعة لكن بعد شوية بتقول من شدة زحمهم ركب ومن شدة انبهارهم ركب وبعضهم بعضا عارفين ليه؟ لان الشيخ صالح مكسوف يقول الحديث اللي احنا قلنا طيب اخر حاجة قبل ما نكشف بقى كنت عايز اكشف على السر بقى شيطان محمد ما هو وما اسمه شيطان محمد ما هو وما اسمه طيب ناخد الاخ عبد الفتاح فضل اخ عفتاح بس كان نفسي اكشف اسم شيطان محمد لكن فضل اخ عفتاح اخ عفتاح اسمعني من التليفون فقط من التليفون فقط يبعد عن جاء اتفضل اتفضل حبيب اه حضرتك متابع الحلقة متابع الحلقة اخ عفتاح نعم انت متابع الحلقة تابعت الحلقة لا متابع انا نسا اول سمعاني في الجواب نسا اه طيب سمعت اخر فيديو سمعت اي حاجة في الحلقة اه سمعت الفيديو الاخران ما رأيك في الكلام ده ما رأيك ما رأيك اه كلام مصبوط مفهوش اي خلص اه يعني نبيك الجن كان بيتقابل معاه وبيركبوا وهم عراه اسمه رسول الله يصفره عليه وسلم يا حبيبي رسول الله عندك انا بسأل سؤال انت دماغك وعقلك اسمع اسمعني بس بلاش تاخدني اسمعني انت قابل ان نبيك كان فيه شيطان انت بتحارب في الاسلام وتحارب في الاسلام يا حبيبي انا ما بحاربش انا بطرح سؤال انا بطرح سؤال قابل ان نبيك كان فيه شيطان حسب روايته مع عائشة اسفضل يا عزيزي انا لا احرف ولا احارب انا بنقل حديث ليك حديث بيقول جرى حوار بين عائشة ومحمد سعزينة الاسلام السايرة هو الكلاب وتنبح يا سعزينة شكرا شكرا لزوءك شكرا هو ده مثال لكل مسلم يعجز عن الاجابة النهاردة نكشف السر ما هو اسم شيطان محمد وما هو لونه قال ابن عباس ان شيطانا يقال له الابيض كان قد اتى رسول الله في سورة جبريل عليه السلام والقى في قراءة النبي تلقى الغرانيك العلا وان شفعتهن لترتجر تفسير القرطبي لسورة الحج قوله تعالى وما ارسلنا قبلك من رسول او نبي بز اتناشر صفحة اربعة وسبعين في التفسير الكبير تفسير الحج قال ابن عباس عنهما رضي الله عنهما في رواية عطاء ان شيطانا يقال له الابيض اتاه على سورة جبريل والقى عليه هذه الكلمات تفسير الراضي جزء 23 صفحة 53 قال ابن عباس في رواية عطاء ان شيطانا يقال له الابيض اتاه على سورة جبريل فتح القدير للشوكاني او الشوكاني في تفسير قول القرآن وما هو بقول شيطان الرجيم قال عطاء يريد بالشيطان الابيض الذي كان يأتي النبي في سورة جبريل يريد ان يفتنه طيب عايزين ايه تاني يا جماعة تفسير مقاتل تفسير كتاب اللباب في علوم القرآن ابن عادل السيرة الحلبية جزء واحد هذه كلها مراجع تثبت ان شيطانا ابيض كان مرافق لمحمد اذا في نهاية الحلقة ما هو اسم الشيطان الابيض لونه سموا لي الشيطان الابيض لان لونه ابيض هو ده الشيطان اللي كان بيجي على محمد ويدفع محمد ان هو يقول اقوال زي الحديث الشهير او القول الشهير عندما قال افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى ان شفعتهن لترتجى تلك الغرانيك العلاه نبيك يا مسلم كان لديه شيطان اسمه الابيض ولماذا سميه بالشيطان الابيض لان لونه كان ابيض على وعد نلتكي الاسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج انا مش كافر ورب معكم في الاق واحد ايماني واحد وملوهشي تاني حبني ومت على شاني بيش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاجة التفسير انا حشرح ليك وافصر ارضوك بالشتك فيه انا مش كافر أنا مش كافر أنا أنا مش كافر